الأجسام المضادة عبارة عن جلوبيولينات مناعية تظهر على شكل حرف Y وتوجد بالدم وسوائل الجسم الأخرى بالحيوانات الفقرية والإنسان تركيب الجسم المضاد يتكون الجسم المضاد من زوجين من السلاسل البروتينية إثنتان منهما طويلتان وتسمى بالسلاسل الثقيلة والإثنتان الأخريتان قصيرتان وتسمى بالسلاسل الخفيفة وترتبط السلاسل ببعضها عبر رابطة كبرتيدية ثنائية ولكل جسم المضاد موقعين متمثلين لارتباط الأنتجان ويختلف شكل هذه المواقع من جسم المضاد لآخر وتساعد هذه المواقع على حدوث الارتباط المحدد بين الأنتجان والجسم المضاد الملائم له بطريقة تشبه القفل والمفتح ويؤدي هذا الارتباط إلى تكوين مركب معقد من الأنتجان والجسم المضاد ويعرف موقع ارتباط الأنتجان على الجسم المضاد بالجزء المتغير لأن شكله ليتغير من جسم المضاد لآخر أما الجزء المتبقي من الجسم المضاد فيعرف بالجزء الثابت حيث أنه ثابت الشكل والتركيب في جميع أنواع الأجسام المضادة ترجمة نانسي قنقر